موسيقى انزان جوي جديد لقوات التحالف الدولي في ريف دير الزور والدفعة السادسة من سكان الوعر إلى جرابلز غتام موسيقى القوات العراقية تحصر داعش في المدينة القديمة في الموصل موسيقى ومدارس بغازي تتحدى داعش بالموسيقى موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من آخر التطورات في سوريا اذنفذت قوات التحالف الدولي عملية انزال جوي جديد على مواقع تابعة لداعش في ريف دير الزور الشرقي فقالت مصادر محلية سورية إن قوات التحالف أسرت نحو 15 فردا من داعش بينهم قياديون كانوا متواجدين في الموقع المستهدف فات هذه العملية بعد سلسلة عمليات انزال نفذتها قوات التحالف بقيادة واشنطن في ريف دير الزور الشرقي وإلى مدينة حمص حيث أكدت مصادر محلية سورية تثبيت موعد خروج دفعة جديدة من مهجري حي الوعر المحاصر مساء غد إلى مدينة جارابلس في ريف حلب الشماني تضم الدفعة وفق المصادر ألف شخص بينهم مسلحون وأسرهم يأتي ذلك تطبيقا لاتفاق مصالحة بين لجنتين حي الوعر وممثلين نظام برعاية روسية فارضت هدن نظام الأسد الصورية في جنوب دمشق ومن قبلها الحصار وقعا أليما أضرب المدنيين ومقاتلي الجيش السوري الحر إذ أدت تلك الهدن إلى إهمال المنطقة ونسيانها لينعكس ذلك الإهمال على حال فصائل الجيش الحر في المنطقة خاصة في تصديهم لتنظيم داعش في الجنوب السوري التقرير أتالي مشاهدين يرصد حال أحد مقاتلي الجيش الحر في جنوب العاصمة السورية دمشق عين على الوطن وعين على الجد والكفاح مقولة لخصت حال كل ثائر في الجنوب الدمشقي أبو عمر شاب سوري ترك جامعته ليلتحق بركب الثورة ضد الظلم والاستبداد وينتهج أخيرا درب الكفاح المسلح الطويل نحن كنا نتفرج على التلفزيون شو عم يصير وشفنا في ظلم يعني من قبل النظام الميليشيات تبعية النظام كانت تحت ظلم تقتل بها البرعة فعندنا في المنطقة أغلب الناس قامت كمان كانت تفرج على التلفزيون قامت إنه تطلع مظاهرات مشان هالبرعة وطبعا أنا كنت من بين العالمين عم تطلع مظاهرات لقد فرض حصار النظام للجنوب الدمشقي واقعا مريرا أجبر الثوار على قبول مهدنات النظام وميليشياته الأجنبية حفاظا على أرواح المدنيين والأطفال هناك بعد مشاورات الكتائب والقادات والأهالي المدنيين طبعا اللي كانوا معنا متحاصرين وجوع وقل الزخيرة طرينا أنه هذا النظام مشان الأطفال وطبعا كله بعرب من منطقة الجنوبية وميليش ما تطفال أيام الحصار تعرضنا الحصار قوي جدا يعني ولم يقتصر ذلك الوقع للثوار على جبهات النظام وحسب وإنما ازداد مأساة مع حصار داعش لهم وتهجيرهم في نهاية المطاف فها هو أبو عمر يرتي نهاية رفاق دربه القدماء على أيدي عناصر داعش في المنطقة من الناس يعني اللي فقدتهم كثير ووجعني رحيلهم واستشهاده وهو قائد مجموتي أو الحارس الجولاني يعني إنسان كان قاتل معنا من بداية السورة فينا ذكريات كثيرة معه بيوم الأيام عملوا له كمين دواعش وراجع من منطقة ببيلة كان عم يجي بدنا أكل وغزاء للعناصر والكتيبة فإذا تفاجأ من الدواعش عملين له كمين يعني على الطريق قتلوا والله يرحموا يتقبلوا إن النسيان الكبير لتلك المنطقة أجبر أبو عمر على مزاولة مهنته رغم جميع الصعاب لكسبقوت يومه بينتهي به المطاف ما بين كفاح السلاح وكفاح الجد والعمل إلى العراق حيث تواصل القوات الأمنية العراقية معركتها ضد داعش في مدينة الموصل مع تركز المعارك في المنطقة القديمة بالشطر الغربي من المدينة وقالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية تحاصر المسلحين في المدينة القديمة بين اشتباكات عنيفة تجري في محيط جامع النور الكبير في حين وصل مجموع من نزحوا من المدينة إلى نحو النصف مليون شخص منذ بدء المعارك وفق أرقام الأمم المتحدة ومع دخول معركة تحرير الموصل شهرها السابع أعلن مسؤولون عسكريون في وزارة الدفاع العراقية بدء قوات مشتركة بتنفيذ هجوم واسع بغطاء جوي أمريكي يستندف عدة أحياء يحتلها أفراد داعش في الجانب الغربي لمدينة الموصل جاء ذلك في عقاب تأكيد القوات الأمنية تحقيق 80% من المهام المكلفة بها في المدينة ستة أشهر انقضات على انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل اليوم ستة أحياء فقط تحت احتلال داعش الجيش العراقي بمسندة قوات التحالف الدولي استطاع تطهير 32 حيا من أصل 38 في الساحل الأيمن للمدينة ما يعني أن هزيمة التنظيم باتت أقرب من أي وقت مضى لا سيما مع التقارير التي أشارت بأن عدد أفراده لا يتجاوز الألف عنصر في أكثر التقديرات تساهلا وميلا للمبالغة عزم القوات الأمنية العراقية على تحرير المدينة بأسرع وقت بدى جليا في الآوينة الأخيرة مسؤولون عسكريون في وزارة الدفاع قالوا إن هجوما واسعا بدأت القوات المشتركة بتنفيذه تحت غطاء جوي أمريكي يستهدف أحياء باب الطوب وباب البيض وسط الساحل الأيمن لمدينة الموصل لإجبار مسلحي التنظيم على التراجع نحو نهر دجلة ومنطقة الكنيسة هذا الهجوم يأتي في أقاب تحرير قوة مكافحة الإرهاب لحيي الثورة والنصر وما يقارب 60% من حيي التنك القوات أكدت أن حققت 80% من المهام المنوطة بها جاء ذلك بالتزون مع إحباطها هجوما كبيرا لداعش على مطار تالعفر غرب الموصل وقتلها لتسعة إرهابيين ومع دخول المعارك شهرها السابع يبدو أن طبيعة الأزقة الضيقة للمدينة القديمة حتمت على قوة مكافحة الإرهاب اللجوع إلى سليبة جديدة ضد مسلحي التنظيم وهو ما كشفت عنه العملية النوعية للجيش ضد قيادات التنظيم ورموزه مؤخرا مصادر في الجيش العراقي أرجعت هذا التقدم إلى ما أسمته الرصد الاستخباراتي المكثف لتحركات أفراد التنظيم في الخطوط الخلفية ويعطف على ذلك قدرة الجيش على القصف الموجه بضقة ما يجعل فرصة النجاة للمستهدفين ضئيلة جدا في غضون ذلك قالت مصادر في شرطة الاتحادية العراقية أنها قتلت ثمانية عشر عنصر من تنظيم داعش بينهم القيادي أبو عبد الرحمن الروسي مسؤول التفخيخ في التنظيم إضافة إلى تدمير ثماني أليات مفخخة خلال عملياتها في حي الثورة في مدينة الموصل في المغرب أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلية إرهابية مولية لداعش مكونة من ثلاثة أشخاص في مدينة تطوان شمالي المغرب وكدت السلطات أن المشتبه فيهم كانوا بصدد تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ومنشآت حيوية في البلاد واختيال مسؤولين أمنين أعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يزور المملكة العربية السعودية يوم الأحد المقبل للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية السعودية سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية وكذلك التشاور حول مختلف الغضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب بعيداً عن الشأن العربي أعلنت النيابة العامة في ذنزويلا قتل أحد عشر شخصاً بالرصاص خلال الاحتجاجات المتواصلة ضد الرئيس نيكولاس مادورو وتجري الاحتجاجات بدعوة من المعارضة منذ أسابيع للمطالبة بحرية الانتخابات المحلية وكذلك جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية أعلن الجيش الأمريكي في العاصمة الأفغانية كابول لأن أكثر من خمسين جندياً أفغانياً قتلوا في هجوم لطالبان شمالي البلاد وقال قائد عمليات الحلف الأطلسي في كابول إن الهجوم استهدف جنود في قاعدتهم العسكرية في مزار شريف وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن ثلاثة مسلحين هاجموا القاعدة مرتدين زياً عسكرياً وأن المعركة استمرت لساعات وانتهت لقتل أحد المهاجمين واعتقال آخر نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل قصير داعش يتبنى هجوم الشانزليزي في فرنسا أحييكم من جديد أفاد تقارير عالمية بأن الفرنسي الذي أطلق النار يوم الخميس الماضي على رجال الشرطة في شارع الشانزليزي في باريس كان على ما يبدو من أنصار تنظيم داعش الإرهابي وبحسب مصادر مقربة من التحقيق فقد عثر بالقرب من جثة المتسلح على رسالة تضمنت كلمات تدعم التنظيم الإرهابي وذكرت التقارير سابقاً أن المحققين عثروا في سيارة مطلق النار على قائمة عنوين الإدارة العامة للأمن الفرنسي الداخلي ومراكز الشرطة في ضواحي باريس قبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في فرنسا يضرب تنظيم داعش المتشدد مجدداً في العاصمة باريس حيث قتل شرطي فرنسي وأصيب اثنان آخران جراء إطلاق نار من قبل مسلح مساء الخميس في جادة الشانزليزي وسط باريس هذا وقتلت الشرطة الفرنسية المهاجم وبعد ساعات قليلة تبنى داعش الهجوم وأفادت وكالة عماق التابعة للتنظيم أن منفذ هجوم باريس يدعى أبو يوسف البلجيكي وهو أحد عناصر التنظيم وأعلنت فرنسا أن المشتبه به الملاحق على خلفية اعتداء باريس وهو شريك للمهاجم الذي قتلته الشرطة الفرنسية أثناء محاولته الهرب سلم نفسه للشرطة البلجيكية ويرى مراقبون أن التنظيم ومنذ منتصف العام الماضي يتصدع إثر ضربات قاسية متتالية هدت الكيان الرئيسي الذي اعتمد عليه في الترويج لما يعرف بدولة الخلافة المزعومة فبعد الهزائم العسكرية المتتالية للتنظيم في سوريا والعراق وتآكل مواقع نفوذه واقتراب هزيمته في الموصل والمعركة الكبرى المرتقبة لاستعادة الرقة أصبح شعار باقية وتتمدد الذي روج له التنظيم طويلا منتهي الصلاحية ويرى المراقبون أن الخطورة الحقيقية القادمة هي تجزئة التنظيم إلى منظمات وجماعات إرهابية صغيرة وذئاب منفردة تستغل الفوضى وعدم الاستقرار للقيام بعمال العنف وشن الهجمات الإرهابية في محاولة يائسة لإثبات أنه ما زال موجودا علما بأن داعش يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات لتجنيد أفراد جدد بطريقة لم يفعلها أي جماعة إرهابية أخرى الآن وبعد أن تبدد حلم الدولة في أذهان أنصار داعش فقد قرر عدد من أنصار داعش القيام بهجمات ضد أوطانهم ومواطنيهم واتجهوا إلى الأهداف السهلة فكثرت في الفترة الأخيرة حوادث الدهس بالسيارات والتي يتبناها داعش بفخر بالإضافة إلى الهجمات البشعة باتجاه دور العبادة للأقليات الدينية والطائفية مثل الهجمات الإجرامية الأخيرة التي تمت في الأسبوع الماضي في مصر وكشفت تفاصيل الهجمات الإرهابية الفردية التي ضربت عدداً من العواصم والمدن الأوروبية في الأوينة الأخيرة عن استراتيجية جديدة للجماعات الإرهابية تتمثل في اعتمادها على خلايا نائمة أو ما تعرف بالذئاب المنفردة في التخطيط والتنفيذ للهجمات مما ينبئ بتزايد التهديدات الإرهابية التي يواجهها العالم وتشكل تلك الاستراتيجية تحدياً كبيراً لأجهزة الأمن حيث تندمج تلك الذئاب مع أفراد مجتمعاتهم المحلية دون إثارتها للشكوك والريبة في سلوكياتها أو تصرفاتها هجوم شانزليزي يعيد إلى الواجهة الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا في السنتين الأخيرتين والتي كان أكثرها دموية الهجمات المتزامنة ليلة الثالث عشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني من عام الفين وخمسة عشر التفاصيل مع الزميلة ميسون بركة في السادس والعشرين من يوليو تموز الفين وستة عشر قام عبد المالك بوتجان وعهد الكرميش بذبح قص في كنيسته غرب فرنسا وقتلا بعد إطلاق النار عليهما وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في الرابع عشر من تموز يوليو من العام نفسه صدم محمد لحويج بوهلال وهو فرنسي تونسي يبلغ عمره واحدا وثلاثين عاما بشاحنة صدم حجدا في مدينة نيس على البحر المتوسط وقتل ستة وثمانين شخصا وأصاب أكثر من أربع مائة آخرين وتبنى تنظيم داعش الهجوم في الثالث عشر من يونيو حزيران 2016 أقدم المتطرف العروس عبالا الذي بايع داعش على قتل مساعد قائد شرطة في منطقة أفلين بالسكين مع صديقته التي تعمل موظفة إدارية في مخفر داخل منزلهما في مانيانفيل غرب فرنسا في الثالث عشر من نوفمبر 2015 شهدت فرنسا أسوأ هجوم في تاريخها عندما هاجم انتحاريون العديد من المواقع وقتلوا 130 شخصا وأصابوا 350 آخرين من بين المواقع المستهدفة مسرح باتا كلان وحنات ومطاعم وستاد فرانس شمال العاصمة وأعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن الهجمات في السادس والعشرين من يونيو حزيران 2015 ياسين صالحي يقتل رب عمله ويقطع رأسه قرب اليوم ثم يحاول تفجير مصنع وسط شرق فرنسا من خلال توجيه شاحناته للاستضام بقوارير غاز قبل أن يتم اعتقاله في شهر يناير 2015 الإخوان شريف وسعيد كواتشي يقتلان 12 شخصا في هجوم مسلح على مقر مجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة من بين الضحايا مدير الأسبوعية وعدد من كبار رساميها وشرطيان في الثامن من يناير 2015 أحمد كوليبالي يقتل شرطية ويصيب موظفا بلديا بجروح في مونروس جنوب فرنسا في اليوم جنوب باريس في اليوم التالي احتج زارة هائن داخل متجر في باريس وقتل أربعة منهم قبل أن تقتله الشرطة بدأت الحياة تدب في مدينة بنغازي وبدأت معها المدارس في فتح أبوابها من جديد في وجه الطلاب الذين انقطعوا عنها بسبب الأوضاع الأمنية اليوم وبعد تحسونها يحرس كثير من الطلاب والطالبات على مواصلة مسارهم التعليمي وحمل شعلة العلم لمحاربة الجهل والظلام أميرا وسجواء عادتا إلى المدرسة تزامنا مع فتح العديد من المدارس في مدينة بنغازي الليبية أبوابها للطلاب وعلت الفرح على وجههم بعدما أجبروا من قبل على ترك مقاعد الدراسة بسبب الأوضاع الأمنية بعد تطهير المدينة من داعش استعادت بنغازي عافيتها وعادت الحياة إلى طبيعتها نحن لنا سنتين ومسيكي طلعين من حوشنا بسبب داعش بس مش عارفين حوشنا مش من عليه أصلا سنتين هذهنا مش رفناش عليه هل هو في ضرب أو هكي بس مازال حققين في أمل وحتى لو أننا نشفناها الطائح مش هيوجعنا لأنه في شهداء ماتوا علشان نحن نعيشوا فهذه الحجرة مش قاتل فينا حاجة المدينة مش حتى قاتل فينا في أرواح ماتوا علشان نحن نعيشوا إن شاء الله يا ربي تحرر ليبيا ونردوا كيف قابل ونثبتوا للعالم كله أنا ليبيا تستهل الأحسن ونقول لي ما تخافوش كيف نحن كيف نقروا قاعدين وكيف نجيب نحوش ومدرستي أني ما نخافش وآمن وأمان يعني محظوين أننا شباب بنغازي وجيشنا وني حرسيننا على الأمن وأمان نقول لي خايف أو شخص خايف أنه يجي إلى المدرسة أو يقرأ وني يقول لصوت ضارب نسمع في الصوت وني ونقول لي تعالوا أقرأ وشجاع خليك شجاع ما تخافش مني تولي البلاد يعني يقولوا خايضة وني ونقول بأمن وأمان يعني وجيشنا محررها وشالله في أمن وأمان طبعا أيام الدواعش ما نكناش نقدروا نديروا شيء وكينين محرمين علينا كل حاجة يعني كل حاجة عندهم كانت حرام وعيب فنحن نتون جاهزوا في فريق موسيقي يعني مسموح لنا أن نقدموه بفضل الجيش وفضل المدرسة الحمد لله لكن يعني أيام الدواعش ما كاناش نديروا في أي حاجة من هذه طبعا هم يدمروا ويشبه ويشوه في سماعتنا بس نحن الحمد لله يعني كل يوم نتقدم نتقدم ورحمة على الشهداء إن شاء الله يا ربي من أمن الأمن إن شاء الله يعني علي ليبيا وعالوطن وأهلها كليا حصة الموسيقى هذه كانت من بين المواد التي يحضر تدريسها أما اليوم فقد تغير الوضع بعدما ستب الأمن بداخل المدينة نحن الحمد لله لما تريحنا من داعش فكينا منها من التكفيريين نظومة واللي محرمين كل حاجة هي كل حاجة على استعمالك تستعملها في الخير تيقاها في الخير تلفزيون تستعملها في الخير تيقاها في الخير موسيقى تستعملها الخير تيقال الخير موس تستعملها الخير تيقال الخير تستعملها للشر تيقال الشر يعني كل حاجة واضحة يعني والدين الإسلامي واضح ونحن ما ندرش في حاجة غلط من عكس نحفظه في أغاني أنا شهدية أنا شيد حمسية ووطنية وحاجات يفيدن الطالب والموسيقى علم كيف أي علم يندرس زي ما كنا عارفين أن أغلب مناطق بنغازي كانت سيطرة عليهم داعش لكن بعد تحرير مناطق بنتواجد قاعدة مستوى كانت ضعيفات قاعدة قويسات ونفسيات تغيرت بشكل كبير قبلنا الدراسة أكثر تعطلت الكثير من المدارس في بنغازي خلال العامين الماضيين بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية عليها كما أن بعضها تحول إلى مأساكن مؤقت للنازحين تحسن الأوضاع الأمنية واستقرارها ساعد غالبية المدارس في فتح أبوابها مجددا كما تضاعف معها عدد الطلبة في المدارس بشكل كبير في مبادرة هي الأولى من نوعها في الريف الشمالي لحمص السورية يقوم مركز بصمات لتنمية الاجتماعية بفتح أفاق مختلفة لتمكين المرأة من إتقان مهنة لعالة أسرتها وتنمية دورها الاجتماعي مراسل أخبار الآن يوسف بيرقدار زار المركز وعد لنا التقرير التالي في سياق دعم المرأة بالمجتمع السوري تبادر بعض المنظمات لتفعيل دور النساء في مناطق الداخل حيث أقام مركز بصمات للتنمية الاجتماعية في ريف حمص الشمالي دورات تدريبية مجانية في العديد من المجالات المهنية كالخياطة والتمريض وتطريز الملابس وأشغال الصوف والحلاقة النسائية فشروط الانتساب ليست محصورة بفئة عمرية أو شريحة محددة يقومنا مركز بتقديم عدة مرامج من هذه البرنامج التي نقدمها لدينا برنامج التمكين المعرفي وبرنامج التمكين الاقتصادي والذي يشمل ورشيات مهنية منها الخياطة والتطريز والصوف والتجميل والإضافة لدينا التعليم الصحي والذي يشمل التمريض والمعالجة الفيزيائية وأيضا نقوم بتقديم محاضرات عن التوية الصحية دور المرأة لا يقتصر على العمل التطوعي فالكثير من النساء فقدنا رب الأسرة إما شهيدا ومعتقلا وربما جريحا بات غير قادر على القيام بمسؤولياته لكن إتقان المرأة لمهنة يتيح لها العمل في أي ظرف ومكان لحمل المسؤوليات التي ألقيت على عاتقها الأمر الذي سيعطيها الثقة الأكبر بنفسها وبدورها تجاه الأسرة والمجتمع نقوم على تعليم السيدات مهنة الخياطة شي مشجر جدا أنه الإقبال كل ماله عم يزود علينا ونبدأ تعليم هون تداء من الغرزة مرورا بملابس البيبي أخذ المقاسات العامة وملابس الأطفال والملابس النسائية قمنا بتخريج عدد من السيدات جيت لهوني عشان أتدرب أول شي كانت عندي هواية وصارت مهنة مهنة الخياطة كثير لقيت عليها مردود كثير رحلو لأيلي والأولادة وغير هيك ثقتي بنفسي صارت كبيرة وأنا كنت هلقطين أنا صرت فعالة بالمجتمع أنشئ هذا المركز ليكون منصة لدعم وتمكين النساء في ظل ازدراء الأوضاع المادية لمعظم الأسر في المناطق المحررة يوسف بيرقدار أخبار الآن ريف حمص الشمالي نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير فنان فرنسي يحطن عشر بيضات فماذا كانت النتيجة؟ وهيكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية والبداية من صحفة القبس الكويتية التي اخترنا منها لكم جوجل ستضيف ميزة تمنع الإعلانات افتراضيا جاء في تفاصيل الخبر تعتزم شركة جوجل إطلاق ميزة جديدة لمنع الإعلانات ضمن نسخة سطح المكتب ونسخة الأجهزة المحمولة من متصفح الويب الشهير كروم الميزة التي يمكن تشغيلها افتراضيا داخل كروم ستعمل على تصفية بعض أنواع الإعلانات الإلكترونية التي ينظر إليها على أنها تقدم تجارب سيئة للمستخدمين أثناء تصفح الويب اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية هذا العنوان مايكروسوفت ستطلق تحديثات ويندوز المقبلة في شهري مارس وسبتمبر من كل عام كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت تستعد لإرسال التحديث الرئيسي الكبير لنظام تشغيل ويندوز وحزمة برامج أوفيس في شهري مارس وشهري سبتمبر من كل عام تقارير سابقة أشارت إلى وجود ميزة تمنع التطبيقات من العمل في الخلفية لتوفير طاقة البطارية بالإضافة إلى تغيير في تصميم واجهات النظام وإضافة مزيد من الشفافيات للنوافذ مع تغيير في تصميم قائمة ستارد صحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم الانستجرام يدعم العمل بدون اتصال بالإنترنت كما هو الحال في فيسبوك أصبح انستجرام يدعم العمل بدون اتصال بالإنترنت بمعنى أنه يمكنك تصفح الصور وإنشاء صور جديدة والإعجاب والتعليق بدون الحاجة لتوفر اتصال حالي بالإنترنت ولاحقا عند الاتصال سيتم تطبيق كل شيء ومزامناته وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية وأبل تسعى إلى تصنيع أجهزة باستخدام مواد معاد تدويرها وضعت مجموعة أبل الأمريكية للمعلوماتية هدفا لها بالاكتفاء يوما ما باستخدام مواد معاد تدويرها في تصنيع أجهزتها وشجعت أبل زبائنها على تسليمها أجهزتهم القديمة مشيرة إلى أنه تعمل على تقنيات جديدة لعادة تدويرها نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا في الرياضة أسفرت قرعة الدور نصف نهائي لدور أبطال أوروبا عن مواجهة جديدة بين فريقي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلاتيكو فيما يصطدم يوفنتوس الإيطالي مع موناكو الفرنسي عمل اللقب ريال مدريد يستضيف أتلاتيكو في ملعب سانتياغو برنابيو في الذهاب في الثاني من شهر مايو آيار المقبل في حين يستضيف موناكو يوفنتوس في ملعب لويس الثاني في الثالث من شهر مايو آيار المقبل بينما يقام الإياب في التاسع والعشر من الشهر ذاته في خبرنا الأخير وبعد أن أنضى أسبوعين داخل نحت مجوف لدب وأسبوعا داخل صخرة نجح فنان فرنسي في تجربته التي بدأها أواخر شهر آذار مارس الماضي بعد أن فقس البيض الذي رقد عليه لنحو ثلاثة أسابيع داخل حوية زجاجية مستخدما حرارة جسده حتى تتم عملية الفقس ولإتمام تجربته جلس الفنان على مقعد متدثرا بغطاء مصنوع من مواد عازلة في حين وضع البيض في حوية مثبتة تحت المقعد وكان يغادر مكانه فوق البيض لما لا يزيد عن ثلاثين دقيقة في اليوم لتناول وجباته ننتظر ما الجديد من هذا الفنان وقبل ختم أن نشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين انزال جوي جديد لقوات التحالف الدولي في ريف دير الزور والدفعة السادسة من سكان الوعر إلى جرابلس غدا القوات العراقية تحاصر داعش في المدينة القديمة في الموصل ومدارس بنغازي تتحدى داعش بالموسيقى بهذا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك و تويتر ويمكنكم أيضا متابعة بكنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين عدوا ألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء دائما كونوا معنا اشتركوا في القناة